اشتركوا في القناة هنشوف مولد الإمارة الصاليبية التانية نبدأ الحدوتة في يونيو سنة 1998 كان الصاليبيين في موقف حياة أو موت حرفيا من ناحية محاصرين جدا من اتحاد الجيش الإسلامية بقيادة أمير الموصل كاربوجا احنا تكلمنا عن كاربوجا في حلقات قبل كده ومن ناحية تانية الجيش الصاليبي محاصر بالجوع والعطش بسبب نفاذ معظم مغزون الأكل والشرب جوه أنتاكيا بسبب الحصار فقرروا انهم يستعينوا بالامبراطور العبقاري بقى البيزانتي إليكسوس رغم انهم طردوا مندوبوا من الجيش قبل كده ورفعوا اعلام الأمير بوهايمند على أنتاكيا في مخالفة كانت واضحة لاتفاقية القسطنطينية لكن هتعمل ايه بقى المصالح بتتصالح زي بيقولوا كده والمضطر يكلم الامبراطور إليكسوس بعتولوا طلب نجدة فاستجاب ليهم لكن بعدما خرج من الجيش وصلته أنباء أن عدد الجيوش الإسلامية كبير جدا وأنه مكوم من اتحاد إمارات كتيرة لأول مرة أو مرة جماعة المسلمين يتحدوا بالشكل ده على الصليبيين فخاف جدا على القسطنطينية وقرر انه يرجع القسطنطينية في الوقت ده كان الجنود الصليبيين على الأسوار بدأوا يتعبوا من طول الحصار وقلة الأكل والشرب فيعملوا ايه بقى؟ بيأهربوا بالليل من على الأسوار ويرجعوا يناموا في البيوت بوهايمند عرف القصة دي فقرروا يعملهم حركة واطية جدا قرر انه يحرق البيوت بتاعتهم عشان يجبرهم انهم يفضلوا على الأسوار والحصول في الجبهة يعني الحقيقة تقدر طول كده وصلنا مرحلة انهيار الصليبيين وسقوط أنطاقيا بقى مسألة أيام مش أكتر لكن هل استغلت الجيوش الإسلامية الوضع ده الصلاحة؟ للأسف لا جابة الجيوش الإسلامية المحاصلة لأنطاقيا للأسف كان فيها شبه كبير جدا من جابة الجيوش العربية اللي راحت تحرر فلسطين سنة 48 كل جيش ماشي بمزاجه بدماغه بمؤامراته بدسائسه بجواسيسه حصلت فرقة وصلتنا للهزيمة فمثلا بيقول المؤرخين أن دقاق أمير دمشق أول مشارك في الحرب دي انفرض بإمارة الجيوش وقال لك أنا الجيوش دي تبعا وبدأ يحذر الجيش بتاعه من كربوجا أمير الموصل وكان بيقول لهم أن كربوجا ده راجل طماع وجشع ولو قاهر الصليبيين شعبته هتزيد وهيكون في خطر على وجودنا ومش بعيد بعد ما ياخد أنطاقيا ينضر على دمشق وحمص وسنجار وغيرها من كل ولايات الشام ويضمهم لنفسه وأنه بيحذرهم من الخطر ده وقال لهم كده بالنص يا جماعة الصليبيين خطرتهم أقل بكتير جدا من خطورة كربوجا ده اللي قالوا دقاق للجنود بتاعه فكان الأمراء كلهم متحفزين وخايفين من كربوجا جدا بعد كده كربوجا نفسه خد قرار قلب عليه الترابيزة كلها داخل الجيوش لما قرر أنه يبعت لردوان تتش تتش أمير حلب ويقوله تعالى نضم معايا المعركة عشان جيشه كبير وجيشه قريب من أنطاقيا ويقدر يديهم أكل وشرب وسلاح لو الحصار طول صحيح كانت فاكرة هيلة جدا لكن لو كان بيتعامل مع ناس أسوياء ما فيش خيانة ولا مؤمرات إنما أغلب الأمراء دول كانوا حياة يعني بيبصوا مصلحتهم وكانوا كمان جواهم نفسهم مش كويس فدقاء غضب جدا من القرار دا وقال إنه مش ممكن يكتمع هو واخوه أخوه ابن أم وابوه في جيش واحد وأعلن نييته لانسحاب لدمشي وقال لو دا حصل خلاص أنا انتهيت الموضوع المسألة خلص من نسبها لي أما جناح الدولة أمير حمص اللي كان حليف لردوان أمير حلب فكان خايف إنه مشاركته في المعركة هتبوز التحالف معاه فكان مش متحمس للمشاركة في أي معركة نروح لردوان اللي كان قاعد في حلب ومشاركش من الأساس فقرر إنه تكون مشاركته على أساس فيها لغ فيها فبعد جواسيس يسخنوا ما بين التركمان والعرب جوه الحملة بعد جواسيس يوقعوا التركمان في العرب اللي هم مجيوشة الإسلامية تقفوا بعضها فحصلت فتنة عنصرية ما بين العرب بزعمة واحد اسمه وثاب ابن محمود وبين التركمان بقيادة كاربوجا خلاص القصة إنه بعد 18 يوم من الحصار الصليبين تعبنين وجعنين وبدأوا ياكلوا ورق الشجر ويشربوا بول الحمير والمسلمين منقسمين وبينهم خلافات وجبهتهم على وشكل انهيار فكان لازم بقى تحصل الحرب ويحصل الحسم هنا يجي بقى بوهايميند الإيطالي اللي قرر نيعمل حيلة أخيرة يحمس بها جنوده بيحكي من الأثير القصة دي عشان تعرف قد إيه الدين ممكن يدحك بيها الشعوب بوهايميند جاب راهب مسيحي من رهبان الحملة وقال له إحنا محتاجين نعمل حركة كده تخلي الجنود بتوعنا يخشوا الحرب يأكلوا الزلط والحركة دي مش أي حركة لازم تبقى جاية من الدين ومش من أي دين جاية من عند المسيح شخصيا طب نعمل إيه؟ قال له أنا عندي فكرة أنت إيه رأيك؟ لو جبنا حربة ودفنناها في حفرة فأنتك يا وإنت كراهب تخطب في الناس وتقول لهم يا جماعة أنا شفت رؤية إن في حربة للمسيح مدفونة هنا حربة المسيح الأمر محارب المسيح بتعمل ضربك على خدك تخيل عملوله حربة وقال مدفونة في أنطاكيا وقال الراهب للمسيحيين لو لقيتوها هتنتصروا لسه الناس داخلت دور قال لهم لا 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 هو كده عند دور على الحرب اللي ايها أنتوا تصوموا تلات يام تلات يام نصوم في اليوم الرابع ندور وطبعا الحربة مدفونة وفعلا في اليوم الرابع قاعدوا يدوروا في صلقة وملأة غاب راح اتطلع على الحربة باسم الصليب كده الحربة طبعا كان دفنها الراهب فالمسيحيين افتكروا أن دي معجزة وإشارة من السماء وبشارة للنصر ففتحوا باب المدينة وبدأوا يخرجوا خمسة خمسة للقتال والحقيقة أن دي كانت فرصة ذهبية تانية للمسلمين أنهم يقضوا على جيوش الصليبين فلأنه قارد الجيش قالوا لكربوجا وقف الناس على الباب هيقتلوهم وما خارجين لأنهم ضعف ومجهدين من الحصار لكن كربوجا قد الأوامر بعكس نصيح قارد الجيوش وطلب منهم يستنوا ما يحربوش إلا لما يخرج أغلب الجيش عشان ما يخافوش ويدخلوا تاني وللمرة التانية تتسبب ديكتاتورية كربوجا وعبطوا في كارثة لأنه بعد ما الجيش الفرنجي خرج كله كانت فيه مفاجأة مستنية كربوجا نفسه لما قد أمر بالهجوم المفاجأة أنه محد سمع كلامه واكتشف أن جيش دقاق أمير جيئة دمشق وعدد من الأمراء انسحبوا من المعركة من قبل ما تبدأ فحصلت فوضى غير عادية في جيش الموصل وجيش حمس اللي حصل فيهم فوضى فظيعة جدا هنا بقى اختلف المؤرخين ناس قالت ده الجيش كله هرب ومحدش ضرب لا بسيف ولا برمح مؤرخين تاني قالوا لا 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 ده حصل قتال لكنه انتهى بهزيمة المسلمين وفرار كربوجا ومع الأمراء وانتصار صحق للصليبين رغم أن الصليبين كانوا كانوا ضعاف جدا وعددهم ملال جدا ومش واكلين ولا شاربين بقى لهم مدة لكن في النهاية بقولك تمت مطاردة الجيش الإسلامي لمسافة 3 كيلومتر لحد حصت اسم حصنا حارم وتقتل عدد كبير من الجيوش المسلمين ده غير الغنايم الكبيرة اللي استولى عليها الصليبين مشان قلتلك أنه عمر ما كانت هزيمنا بسبب قلة عددنا أو قلة السلاح لكن الفرقة المصالح الشخصية الخيانات دايما هي العدو الأول للعرب والمسلمين المهم أن عارض الهزيمة الكبيرة لأكبر الجيوش الإسلامية في الشام والعراق حطم معنويات المسلمين جدا والكل توقع الأسوأ إنما الأسوأ ده تأخر 6 شهور كاملة بسبب خلافات داخل معسكر الصليبين بقى أولا هم قرروا ياخدوا راحة بعد قتال سنة كاملة نقص في العدد بتاعهم وأصابهم الإعياء والإجهاد حاجة تانية إنهم قرروا يحلوا مشكل إمارة أو مشكلة إمارة أنتاكيا فعملوا اجتماع في يوليو وقعدوا يختاروا حلم اتنين إما يعينوا أمير منهم والكل اتنازع عن القصة دي ما بين ريمون الرابع وبوهايميند ريمون الفرنسي وبوهايميند الإيطالي أو إنهم يبعاتوا لإمبراطور إليكسوس يطلبوا فيه إنهم يستلم المدينة مقابل إنه ييجي بنفسه وبجيش الكبير يساعدهم في إكمال الطريق إلى بيت المقدس حلوة الفكرة دي قرروا أخيرا بعد شد وجذب إنهم هنسلم المدينة لبوهايميند هي بوهايميند معانا هنسلمها لريمون الرابع تم ريمون معا إحنا عايزين جيش أقوى عايزين نخلص قصة الصالبين عايزين نحرر بيت البقدس عايزين نتردوا البرابرة العرب دول كلهم ونرجع قبر المسيح إلى المسيحيين يبقى الحل إيه؟ إن احنا نكلم إليكسوس فبعتوا فعلا إليكسوس إنه يجي يستلم المدينة وقالوا تعالى بجيش كبير جدا وتعالى ساعتنا في غزو بيت المقدس لكن لو ما جاش ساعتها كانوا يكتموا اعتاني ويقرروا مين يكون الأمير بوهايمين ولا ريمون طب الأول نبعت الإليكسوس بعتوا الإليكسوس رسالة بنتتفقوا عليه فكان ردوا عليهم إنه يعني مش في دماغه الراجل لا في دماغه أنطاكيا ولا في دماغه بيت المقدس عارف أنه أنت نظام يعني ربنا يسهل ويعمل في الخير إحنا مش دلوقتي المهم علي ماطل يعني فضلي ماطل لمدة ستة شهور كاملة مش عايز يرد عليهم هم يبعتوله الرسل يا عم تعالى استلم المدينة وتعالى انت وجيش بتاعك وتعالى حرر معنا بيت المقدس هو مش في الماغه ست شهور أو خمس شهور انتظار لحد ما ينسوا وهنا يقرر بوهايمين أنه ياخد خطوات عملية جدا على الأرض فيرفع أعلامه تاني الإيطالية بقى على الأسوار ويطرد بابا الكنيسة الإرثيزوكسية احنا قلنا لكم في حلقتها قبل كده المسيحية كانت متقسمة قسمتين في أوروبا الكنيسة الشرقية اللي هي الإرثيزوكسية اللي في القسطنطنية والكنيسة الغربية اللي هي في روما اللي هي الكاتوليك الراجل ده بوهايمين طرد البابا بتاع الكنيسة الإرثيزوكسية اللي هو تابع للقسطنطنية اللي تابع للإمبراطور إليكسس وعين رهبان كاتوليك موالين له وهنا تجنن الأمير ريمون المنافس لبوهايمين ده وهو بنفسه على إمارة أنتاكيا فنزل بجيشه واحتلوا مجموعة من أبراج المدينة وأعلن التمرد العسكري على بوهايمين بس جابت آخرها تتقلب الأوضاع فجأة في أنتاكيا لأجواء حرب أهلية بين الجيوش الصالبية نفسها يعني الصالبين واقعوا ببعض هنا بقى يثور باقي الأمراء والجنود بسبب خلافات بين بوهايميند وريمون ويقرروا حاجة في انتهى الغرابة يقرروا أنهم يبدأوا في هدم أسوار المدينة ليه؟ عشان يجبروا لاتنين أمراء المتنزعين على حل مشكلتهم بالحوار مش بالسلاح ويتعمل اجتماع كبير للمرة التانية في نوفمبر 1998 وينتهي بالقرارات اللي أرضت الجميع أولاً عدم انتظار الإمبراطور إليكسوس وبدء الزحف إلى أورشاليم اتنين تعيين بوهايميند النورماندي أميراً على طاكيا خلص له والأسرته من بعده عشان يتحقق أخيراً حلم بوهايميند هو وبوه وتكون رسمياً الإمارة الصالبية التانية في الشرق لإمارة أنتاكيا بعد إمارة الرهى اللي مسكها بالدوين القرارة رقم ثلاثة تعيين الأمير ريمون الرابع اللي هو الأمير الفرنسي قائداً عاماً للحملة الصالبية الزحفة إلى القدس إلى أورشاليم واللي أعتبر القرارة ده ترضية كبيرة له وإرضاء لغروره لأنه هو نفسه يبقى قائد للجوش دي كلها فخلع الملابس العسكرية ولبس ملابس الحج ومسك في إيده الحربة اللي لقوها اللي قال لك دي بتاعة المسيح وتقدم بنفسه للجيوش الزحيفة إلى أورشاليم وهو بيحلم بالتاج تاج النصر اللي هيلبسه كملك مستقبلي على إمارات الشرق وعلى أورشاليم لكن السؤال يا ترى إيه اللي هيكون مصير الحملة دي اللي رحها بيت المقدس وهيقابله مين في السكة ويا ترى حكام المسلمين هيتعاملوا معهم إزاي وإيه حكاية مجزرة آكلي لحوم البشر اللي هيرتكبوها كل ده هنعرفه في الحلقة الجاية من حكايات الحروب الصليبية ومن حكايات مصرية أشوفكم بقر على خير اشتركوا في القناة